ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها حفتر عسكرياً الموالين للصراج وحكومته المقترحة إلا أن هذه المرة هي الأكثر خطورة بالرغم من توقيع حفتر والصراج اتفاقاً في باريز على وقف إطلاق النار والأعمال العسكرية استهداف مقر وكيل وزارة الداخلية تابع للحكومة المقترحة فراج جعيم بقذائف الهاون خلف ثلاثة قتلى وسبعة جرحة جعيم سرعان ما اتهم ميليشيات حفتر بالوقوف وراء محاولة اغتياله الثالثة وكافة أعمال القتل والاختطاف والإرهاب في بنغازي وقد سبق لحفتر محاربة كل من يتبع ويوالي حكومة الصراج مثل أحداث حقول النفطية بالهلال النفطي التي كانت تسيطر عليها قوات موالية للصراج وقام حفتر في سبتمبر 2016 بالسيطرة عليها فيما يعرف بعملية البرق الخاطف بالإضافة إلى محاولة اغتيال مفوض وزارة الدفاع التابعة للحكومة المقترحة المهدي البرغثي في بنغازي في يوليو 2016 ومحاولة اغتيال وكيل وزارة الداخلية فرجق عيم مطلع شهر نوفمبر الجاري ولم يقتصر الأمر على ذلك فقد أعلنت ميليشيات حفتر رفضها التعامل مع كل من يوالي الصراج وذهبت حكومة الثني في خطوة إضافية بإصدارها أوامر بالقبض على كل من يمثل حكومة الصراج في مناطق سيطرتها وبالرغم من أن اتفاق الصخيرات أقصى أغلب خصوم حفتر المتشددين ولم يقصه بشكل مباشر من المشهد إلا أنه لم يتردد في عرقلة الحوار والحل السياسي مهددا في كل مرة بالتدخل العسكري الشامل وعسكرة الدولة بشكل نهائي ويواصل حفتر سعيه المحموم للسيطرة على السلطة غير عابئ بأي حوار سياسي ولا بحرمة الدماء وسلامة المدنيين ووحدة برقة مواصلا جرائمه في بنغازي ودرن والجنوب من قتل وقصف وحصار واعدمات جماعية وأعمال اختطاف وتصفية أدانتها وجرمتها محكمة الجنايات الدولية وأغلب منظمات حقوق الإنسان في العالم غير أن الصراج يتناسى أو هو مرغم على التناسي بضغوطات خارجية لا عن جرائم حفتر فحسب بل لعرقلته لكل جهود المصالحة والحل السياسي هدفه تلميع صورته وصورة عائلته لإحكام قبضته على البلاد فقد وقع نجله خالد عقدا مع شركة دانيال فراتشي بغرض الترويج للعائلة في الكونغرس الأمريكي وبحث إمكانية حشد تأييد أعضاء الكونغرس لدور العائلة في مستقبل ليبيا السياسي والعسكري ولما كان الكل ينتظر وردة فعل حاسمة من الصراج بخصوص حادثة قصف مقر وكيل داخليته يأتي بيانه بشأن الحادثة باهتا ومهادنا وفي دعوة ضمنية إلى جعيم بعدم تصعيد الموقف ضد حفتر يؤكد الصراج في بيانه أن دور مديرية الأمن التي تتبع وزارة داخليته في بنغازي ينحصر في تأمين المواطنين واستئباب الأمن بالمدينة وكأنه استنكار مبطن لتصريحات قعيم التي أعلن فيها الحرب ضد حفتر ودعواته إلى تغيير قيادة ما سماه الجيش صمت ترجمته وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة بالتزامها الصمت ورفض التصريح بخصوص الحادثة رفض حفتر للصراج والاعتداء على كل من يواليه أصبح عنوانا لمرحلة الوفاق المغشوش الذي يسوق له الصراج وفي المحصلة لما سطرته الأحداث منذ دخول الصراج إلى قاعدة أبو ستة